أكدت وزيرة صحتها لزايد اهتمام رئيس السيسي بالارتقاء بمنظومة التعليم الطبية المهني بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وخلال لقائها أعضاء اللجنة العليا للتخصصات الطبية الزمالة المصرية بتشكيلها الجديد شددت الوزيرة على التوزيع العادل للأطباء من مدربي ومتدربي الزمالة بالمستشفيات وفقا لنموذج ومعايير التوزيع في هذا الشأن كما وجهت بالإسراع في اعتماد المستشفيات بأقسمها المختلفة ضمن برنامج الزمالة لتوزيع الأطباء عليها هذا وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من الرسومات الفنية والهندسية لتأسيس المعهد القومي للتعليم الطبية المهني وأبحث الصحة العامة بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع كلية طب جماعة هارفورد الأمريكية